السلام عليكم مقال بعنوان مآسي المسلمين بعد سقوط غرناطة بقلم الأستاذ الدكتور راغب السرجاني مآسي المسلمين بعد سقوط غرناطة كالعادة ولطبيعة جبلت نفوسهم عليها بعد أن ترك أبو عبد الله محمد الثاني عشر البلاد لم يوفي النصارى بعهودهم مع المسلمين بل تنكروا لكلامهم والتزامهم بالحفاظ على الحريات الدينية في غرناطة وحماية الأماكن المقدسة للمسلمين وما إلى ذلك مما ورد في شروط تسليم المدينة فقد أهانوا المسلمين بشدة وصادروا أموالهم وكان ذلك مصداقا لقوله تعالى كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون سورة التوبة الآية الثامنة وبعد تسع سنوات من سقوط غرناطة وفي سنة 1501 ميلادي أصدر الملكان فرناندو الخامس وإزابيلا أمرا كان خلاصته أنه لما كان الله قد اختارهما لتطهير مملكة غرناطة من الكفرة أي المسلمين فإنه يحضر وجود المسلمين فيها فإذا كان بعضهم فإنه يحضر عليهم أن يتصلوا بغيرهم خوفا من أن يتأخر تنصيرهم أو بأولئك الذين تنصروا لألا يفسدوا إيمانهم ويعاقب المخالفون بالموت أو بمصادرة الأموال ومن هذا المنطلق قام النصارى بعدة أمور كان منها التنصير ولكي يعيش آخرون في بلاد الأندلس في ظل حكم النصارى الإسبان تنصر من المسلمين بعضهم وهؤلاء لم يرتضي لهم النصارى الإسبان حتى بالنصرانية فلم يتركوهم دون إهانة وقد سموهم بالمورسكيين احتقارا لهم وتصغيرا من شأنهم فلم يكن المورسكي نصرانيا من الدرجة الأولى لكنه كان تصغيرا لهذا النصراني الأصيل وقد نقل إلينا الدون لورينتي مؤرخ ديوان التحقيق الإسباني وثيقة من أغرب الوثائق القضائية تضمن طائفة من القواعد والأصول التي رأى الديوان المقدس أن يأخذ بها العرب المتنصرين في تهمة الكفر والمروق وإليك ما ورد في تلك الوثيقة الغريبة يعتبر المورسكي أو العربي المتنصر قد عاد إلى الإسلام إذا امتدح دين محمد أو قال إن يسوع المسيح ليس إلها وليس إلا رسولا أو أن صفات العذراء أو اسمها لا تناسب أمه ويجب على كل نصرانيا أن يبلغ عن ذلك ويجب عليه أيضا أن يبلغ عما إذا كان قد رأى أو سمع بأن أحدا من المورسكيين يباشر بعض العادات الإسلامية ومنها أن يأكل اللحم في يوم الجمعة وهو يعتقد أن ذلك مباح وأن يحتفل يوم الجمعة بأن يرتدي ثيابا أنظف من ثيابه العادية أو يستقبل المشرق قائلا بسم الله أو يوثق أرجل الماشية قبل ذبحها أو يرفض أكل تلك التي لم تذبح أو ذبحتها إمرأة أو يختن أولاده أو يسميهم بأسماء عربية أو يعرب عن رغبته في اتباع هذه العادة أو يقول يجب أن لا يعتقد إلا في الله وفي رسوله محمد أو يقسم بأيمان القرآن أو يصوم رمضان ويتصدق خلاله ولا يأكل ولا يشرب إلا عند الغروب أو يتناول الطعام قبل الفجر أي في السحور أو يمتنع عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمر أو يقوم بالوضوء والصلاة بأن يوجه وجهه نحو المشرق وأن يركع ويسجد ويتلو سورا من القرآن أو أن يتزوج طبقا لرسوم الشريعة الإسلامية أو أن ينشذ الأغانية العربية أو يقيم حفلات الرقص والموسيقى العربية وأن يستعمل النساء الخضاب أي الحناء في أيديهن أو شعورهن أو يتبع قواعد محمد الخمس أو يلمس بيده على رؤوس أولاده أو غيرهم تنفيذا لهذه القواعد أو يغسل الموتى ويكفنهم في أثواب جديدة أو يتفنهم في أرض بكر أو يغطي قبورهم بالأغصان الخضراء أو أن يستغيث بمحمد وقت الحاجة واصفا إياه بالنبي ورسول الله أو يقول إن الكعبة أول معابد الله أو يقول إنه لم ينصر إيمانا بالدين المقدس أو أن آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله لأنهم ماتوا مسلمين التهجير لم تخلوا البلاد الإسلامية من ثورات شعبية ومواجهات محدودة الإمكانيات بمنطق حرب العصابات وكان المجاهدون يختبئون في الجبال والأودية والمناطق البعيدة ثم يشنون غاراتهم على القوات الإسبانية وقد نجحوا كثيرا في إنزال خسائر مؤثرة بالإسبان وقد اشتدت هذه الحركات لا سيما بعد قرار التنصير الذي اعتمدته إسبانيا فزاد عدد الثائرين والمنحازين للمجاهدين وقد عزم الإسبان في البداية على القضاء على الثوار إلا أنهم فشلوا في ذلك فشلا ذريعا فلما يأسوا من القضاء عليهم أصدروا عفوا عاما عنهم وسمحوا لهم بالهجرة إلى بلاد المغرب دون أن يأخذوا معهم غير الثياب التي كانت عليهم أما الباقون فقد كانت ثمة أمر ملكي بمنع الهجرة ثم صدر الأمر بعد ذلك عام 1609 ميلادي أي بعد مئة سنة تقريبا بنفي المورسكيين ترجمة نانسي قنقر